اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وراه انتي الغابين اللي خليتيه درتيلي هذيك القيمة وانتالي ركبتي على هذيك السيارة وانتالي شريتيلي هذيك الضار وانتا علاش بفلوسك انت باش دار داك الشيء بعد عدو الله السميع العليم من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب رسول الله وصلي وأسلم على سيدي الخلق اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد إن صلاة تملأ بيا خزائنا السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات فرجا وصرورا وعلى آله وصحبه أجمعين فأنا في هذا النتق هذا أنا صراحة مؤيد لدك الإصلاح للتدار في الضريح ديال مولي عبد الرحمن هو تقول للناس ملمجمر ولني هو ملمزمار أستاذ عبد الرحمن ملمزمار فهذا الإصلاح هذا زوين وصراحة عجبني أنا ذاك الضريح فأستصلاحه إلا واحد الأثار مغربي وبلاصة اللي ولت سياحية إلا لحتي أنها قبل كانوا السواحي الفرنسيين وكذو ما تيدخلوش لديك البلاصة ده بصبح الله العظيم إلا لحتي ولا الناس يمشيوا لها تدي ولداتهم لديك البلاصة فهذاك ولي صالح وهو بريء من جميع أعمال الشعوة وهذا اللي كانوا يقوموا بهذاك الناس وهذاك الشيء وهذاك الشيء وهذاك الشيء الشعوة اللي كانت ما فهو بريء منهم وهذاك ولي صالح وتصلح وهو الشيء ده براءة الحمد لله ذيك اللافتة اللي ولا التمايات وتتشرح فيها شكون هو سيد عبد الرحمن ملمزمار وفقاش تزاد وفقاش كذا وهذا الولي وكذا وكذا يعني إلى آخره كل شيء تتعطى تماما يعني ولا واحد 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 الحاجة اللي هي تاريخية وزادة الجمال اللي بلاد فاش تصلح والذيك البلاصة تتشهابش ومشين تلك الكورنش تشوف ذيك البلاصة ما شاء الله فالأمر هذا اللي كيفما قلت يعني أولياء الصالحين هما بريئين من كل أعمال السحر والشعوذة لكن الناس في المجتمع المغربي ارتبطت ذيك الفكرة ديهم مع الضريح الضريح ديال ولي صالح أعمال السحر والشعوذة شن لي خلق هاد كلمة الضريح ترتابط مع هاد المسائل يعني خبيثة فالضريح هو بريئ من جميع أعمال الشعوذة دابا الولي وش هو مثلا نعطيك مثلا سيل جميع الكتب مثلا نعطيك مثلا سيدي علي بن حمدورش مثلا سيل راجع التاريخ ديال وش هو الشيخ يقولك إذا يجيب لي شيء دبيحة الشيخ الكامل ما يسمى بالهادي بن عيسى وش يقولك يجيب لي شيء دبيحة ما أعمره هادو قالوا لك شيء يجيب لي شيء دبيحة أو اللقوم بهذه أو اللقوم بهذه أو أي والي تتلقى خلق واحد الورد دياله خاص هادوك الأوراد هادوك الأذكار من الكتاب ومن السنة ما تتلقاش فيهم شيء حاجة خالية من الشركيات ما فيها شيء حاجة مثلا أو شيء خبولي بوعزة بوعزة نور لجاجه تخني فرا في الجبل هادو كاملين خلوا أوراد وخلوا طرق صوفية يتي تتقمنا لإنسان وتي يخذ فيها الروحانيات وتي يعيش في واحد الجو إلهي في واحد الجو ديال العظامة يعني فاش تتقلس وتدير ذاك الورد ديالك من الأذكار ومن الكتاب ومن القرآن ومن الأحزاب القرآنية ومن الأمداح النبوية تتولي في واحد الجو يعني روحاني على اسمه وروحان تتعيش مع الله سبحانه وتعالى فاش تتبدأ فاشي ما قالوا لها دبيحة لاجيب هذا البخور لاجيب احتشى حاجة فهو الدين باريء من هاتش نهائيا ويتبرأ الدين تتبرأ من نوح تذك الوليد تتبرأ من هاتش ما عنده احتشى علاقة به نهائيا ويكثرة يقصدوا هاد الادريحاب كي تديروا هاد الامور السحر شاوهذا وهذا كما هضر نذب في هاد المولود هذا مثلا هانت ذا تشوتها بطوق هذا فهناك تجديد عهود مع الشياطين يعني الشياطين كتكون فضرحة ها تتكون لا شوف الادريحة الشياطين تتكون الى لحطي تكون هاد ضرحة هوا وفين تيديهم الواحد البلاصة بعيدة على الضرح وما تيسميها حفراء والتي يسميها قرناء والتي يسميها كده سيبدو يدبحوا لديك البلاصة التسكنات ولاعة عامر بالشياطين تيديوها لديك البلاصة فهناك تجديد العهد مادو بحال غير الله فهو حرام وذيك القديم فاش تتسألهم باش يضحكون والتي يقولن ذ diesبحورたい بسم الله الله كبار وانت بتدي بع western بسم الله الله كبار ليش وديت هالنديك البلاصة مادتي هالدنيك البلاصة فسترى النية ديلك انك غاد بها هال ذيك البلاصة يعني ما بقية ش لله والتي تذكر عليها اسم الله النية الداخلية ما بقى ش في الكلام اللاء يعلم ما بالصدور وما تخفى البصار يعني النية ديلك انتlynn تديتها مثلا لفلان والتي قلت週 ليا بسم الله الله كبار فهي دبيحة الفلان ماشي قربان الفلان ماشي الله سبحانه وتعالى لا تريد أن تبصح الدير صدق قديرها فضارك لماذا انت هزها من هنا و سوف يشقي و سوف يحتل ديك الفلاصة يعني الحلال وبين والحرام وبين واذا مسألة هذه الشماء وعطينيها فلان كتكون في أدري هذه العمية لا صحيح وهناك بعض الناس الأميين يبقوا يقول لك هذه الشيء لا سديف لا نعطيني وكذا 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 زيارة الضريح فهي ليست مفروضة وليست واجبة بل مستحبة مثلا أنا مثلا أعطيك مثال مثلا فش تكون غادي عند العمية ديالي ساكنة في مكناس تكون غادي بالسيارة ديالي تنمشي تندز مثلا لا 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 الشيخ الكامل ما يسمى بلادي بالعيسى وتنقرأ عليه حزب من القرآن وتنصدقوا ديك البركة على الفقراء والمساكين اللي كانين تمايا وتندعوا الله سبحانه وتعالى باش يغفر ليه ولينا والأم تسيدنا محمد ذاك الولي ما عنده ماش يعطيني أنا الله ليتي يعطيني بس حتى نطلبوا الله مثلا احتحنا أننا يرفعنا لك درجة الولاية أو درجة كذا باش نكونوا بحالهم تندعوا الله باش نكونوا احتحنا بحالهم فاشعطاهم لك البركات والكرمات وإلى غيرها من ذلك فالأحيان قد تقول شي ضريح قد تلقى يعني كيف مثلا هو واحد شكل كيف يرضي الشمع على يلا لا ممكن ايبا اش قلت لك دبانا هذي تقوس من الشعودة وتقوس من الشياطين الدين بريء منها اي حاجة بريء منها اي حاجة بريء منها واش الدين عمك شي شي كتب تقول كثير شعلي فلان شمعه ولا لا لا تقول ش الدين هات الشي الدين نهاية الا انا اولي الله لا خوف عليهم المحزنون في الدنيا والاخيرة فاشت مشت دخل ذاك المكان تسمى واحد المكان اللي هو روحي سبحان الله فاشت دخل ذاك الولي الصالح ديك الكرمات ديك البركات ديك تجعل لك المكان طاهر سبحان الله العظيم تدخل تتحسب واحد الراحة واحد طمأنينة تتشبد كتاب الله تتقرى كتاب الله عنك شي ببركات ديك تتصدقها على الفقراء والمساكين اللي كانوا تمها وتتقول مثلا هذي ان شاء الله وتعالى عليا نصدقتها عليا وعلى هذي الولي الصالح وكذا هاتش اللي تتنوي في النية ديك ماش يتنوي هاتش ديال الشعودة وكما هاتش ديال دبائح لغير الله فما انزل الله به من سلطان وخبرنا مقراج بمعنى ما ذكرنا الشمعاء الشمعاء كلقوها في الضريح قصد السحر الشعودة وأيضا كلقوها في واحد من النجماء ودائما الشمعاء موجودة في أعمال السحر الشموع هي مستوحات من الشياطين حيث الشياطين تتبغي الظلام ما تتبغيش هي الضوء وتعملها في السحر اليهودي والمجوسي وسحر الفودو وهو من أصعاب الأسحار ولذلك لأنه يشتغل في ذلك الشمع فإنه يشتغل عبد النار فإنه يشتغل عبد النار ولذلك تكون هذه الأعمال دائما فيها داخل فيها الشمع لأنه يشتغل عبد الشيطاني وهو عبد النار والنار النار شناء النار الحافية هااااااا النار يعني شو حتد تدوى الشيء جعل الله الشفاء في ثلاث في شربة عسل في شاطات محجم في كية نار ولا أصيكم بالنار شو حتى النار ما بعوكش الدواء بها شوفين وصاوك باش الدواء بها الجوج ما بغوكش الدواء بالنار وما بغوك الدواء بالعافية نهائيا الرقية فهي بريئة من هذه الأعمال هناك الرقية التي نشتغلها فيها فهي الرقية الروحانية بالبخور وبالكتاب والسنة لا توجد فيها دبائح ولا توجد فيها أي أشياء شركية ما خص الرقية تكون فيها أشياء شركية واش انت بغي باش تبرى لإنسان وانا دبال لي تنستغرم بنادي مش حال غدي يعيش فيها الدنيا شحال عام عاماين تلت سنين ستين عام تنستغرم فاش تيمشي واحد تتمشي لعنده وانا مريضة وهاك ثلاثة دلمليون خمسة دلمليون دير لي تدبيها وذا بنتي دبع كيف هي عقل تتمشي تلك فريب الله باش شبراي أرى الله عنده كل شي خزائن السماوات والأرض ما تجي عندي لا أنا لا عند غيري لا عند محمد ولا عند فلان ولا الترتلان أرى الله تيجي في الثلاثة الأخيرة حتى السماوات والأولود يجب سيكون هل من المستجيب؟ هل من داعين يستجيبوا له؟ هل من المستغيتين أغيته؟ تجي عندك احتل السماوات والأولود يالله دعيني ياسي يوا دعي دعي غاب الأمية لا تدعي لا تدعي لا تدعي لا تدعي بالقراية ولا تدعي صلاتك وتدعي غاب الأمية لا تدعي لا تدعي الله واش الله غاد يردك؟ الله يستحي أن يرد عبده خائبا أن يرده بالصفر لا تدعي الله ويخبنا عليه التركوب ويخبنا على مزر Buffett ويخبنا على طريق النامة ويخبنا على بس البيات تحشم مننا ويخبنا حشم مننا ويخبنا على مسئيين وغلطين تحشم مننا رب العالمين يعني الإنسان الذي يريد أتعالى الرقيقة الشرعية ومن الكتابة والسنة لا يقوم بهذا اجتما نفضل أن نبقى حياتي مريض ومشي إلى الجنة على ان نمشي لشي حاجة في هالشرك والشعواذة ونمشي لجهنم. على شها الدنيا شحالكها غادي الدوم. ما دي ما احتاج حاجة شحالة تقس فيها. تقس فيها ست سنين سبع سنين تمسين ستين سنة سبعين تمانين تسعين مية وغادي تموت. الخير والخلق صلى الله عليه وسلم مات. ودي هذا الانسان فاشتفش يبغي الدواء. الدواء على هاتشي. دي الكتاب والسنة ولا لاحطي واحد ظاهرة الكتر دبا في تيك توك. لا حوله ولا قوتين. يا بالله الاعظيم. هذا ولد فلانا دولد فلانا دولد فلانا. تراهم صغارا اربعة اصبر سنة سبعة اصبر سنة يقول كراني الشريف واحتلوا. ما موضيه. ما يعرف بأي ما هي الكتاب اشنا هي السنة اشنا هو ما اشنا هو السحر اليهودي اشنا هو كده الا ماذا يتفرع اشنا هو الرحانيتي هنا انا شيخ روحاني. ابدا انا لحط واحد ضاير الله ولا يضحك. ما عندهما يدير تيهزة يدير فيديو في تيك توك سيقولك هاوما. مش الدواف هادو كلا دللح تيشط عليها العظومة ديال دللح وليس يدير بهم وصفة. باش على شو باش يدير بها البوز اه فلانا دعتنا قشور دللح. دير البودور ديال دللح ولا تتدار في وصفة. تيهزة يقولك ديروا هاد البودور ديال دللح. شوية يقولك خودي هذه مريوتا وخودي هادي. خودي. تيهزة يدير وصفات. اه لا خيال لا خيال. ومريوتا ودفلات يتبخروا بها الناس. هذه كراءة شي حاجة المرورية. يعلمش نقول احنا شي حاجة طيبة. لو قلت نتبخر نتبخر بشي حاجة طيبة. ما نتبخرش. تمشي وتنشدوا العود للوبان هذا هو البخور الطيب. ما نشدوش مريوتا ونشدو الدفلات ونبخروا بها. وصراحة انا دير تيك توك ما ما يعني متعمقش في ولا لا حتي قاحت او دخلوا لي الناس. ليح في ذك شي دل عمرها ديالي او دل حج فاش مشي تلحج ولا كذا يعني ويدخل في اكتر غير العائلة وهذا يعني ما ما نفتحتش علي انا يا ذاك شي ولا نبقى ندير لايفات كبسو وصفتو لي ذاك شي ديال كبسو انا تيجيني شوية ما ما هوش هذك شي تنسمي عن السعاي انا ما نقدرش نمشي نبدأ نسعى شي واحد كبس لي او صيف طليا الهادية وصيف طليا لا فلا ذا عيل لذك شي يعني انسان شوف كفاء انك باش تدوي الانسان وتكون تكون خالص ذاك الدواء ما فيه رياء ما فيه طمع ما فيه احتشي حاجة وكواخص يكون العلاج يكون لله الواحد لاحد يعني ما يكون فيه طمع ما تكون فيه تشي حاجة الشك نهاية ما يكون شما باش ملاو كبسو ذاك شي وطلع ونكدب مثلا لبعد احتل لي ولينا انت نشوفو كينشي اشي اقتلك ديال الكدوب تديرها في ذاك شي التك توك وانت كلي تدلح شاطو عليك هذك شي ديال بودور ديال دلح وليس تتقول اه هذي ديرة هذي من هنا هذي تنطن وتتجيبها ديروا على البخور ولا مثلا تتمشي تتجيب تتقول لهم بخوروا بهذه ديروا بهذه شي حويج لا ترجع عليهم بالآداء هو بغي غير يدير لك الفيديو باش يطلع عليه باشي تشاره وينصب على الناس فهمتي شنا هو المغزا ديالو وعاد زيد لي تتمشي معا في ذاك شي ديالشياطين خسكي الدبحي خسكي تفعلي خسكي التركي آري ثلاثة خسكي حمادي خسكي ماليكا وقفات عليك ميرا وقفات ايو توقف عليها هي لاش وقت توقف عليك انتا توقف عليها ميرا لا بغت شي حاجة تعطيها بعدها هيش كنت يعطي الله اللي تعطرت شي واحد شو الجاهلة في نولوا فيه الناس هاش اللي يريد ان شوفو راح قل الله سبحانه وتعالى معطانا الشيطان باش يشوفو الجهل وتشوفو واحدين ولو يعبدو الشياطين ويعودو الجن واشاء الله سبحانه وتعالى تنطلبو تنطلبو الله الله يلطف بينا الله يلي الله يلطف بينا ما بقاش ميت تعجب باش تبدأت شوفو هذا الشي ما يجيب شضحك يجيب البكاق والله بشو واحد يجي قربانا للشياطين يشبق ميت دار اشترك الآن في قناة اشواقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواقع تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة